كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حجز ممتلكات بقيمة ألف مليار سنتيم جزائري أخفتها عائلة تحكود بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة وأوضح بيان مديرية الأمن يوم الاثنين أن هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محدين تحكود وبعد المقربين منه ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات وبهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية وأضف البيان أن عملية التفتيش أصفرت عن ضبط وحجز 507 مركبة من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة و84 شاحنة من مختلف العلامات دراجات مائية جيتسكي وقوارب نزهة دراجات نارية فاخرة الزياد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غير السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات ضبطت على مستوى مستودعات بكل من بلدية رغاية أولاد فايت الظهر البيضاء وأكد البيان أن القيمة المالية الإجمالية للمحجوسات تقارب 1000 مليار سنتيم جزائري وتبع البيان كشفا أن الصور تظهر أن جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة وأكد بيان المديرية تورط 24 مشتبها فيه في هذه القضية من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محدين تحكود وبعض المقربين منه الذين تم تقديمهم أمام النياب المختصة عن تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد تبيض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر